السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القناة اللي قدامكم دي كلها مبنية على الفيديوهات القصيرة تجميعات من التيك توك وبيسوقوا من خلال هذه القناة اللي تعتبر فيديوهاتها كلها حاجة ما شاء الله فيرل يعني حاجة فيروسية بيلو عليها كده انها يعني بتنتشر كالنار في الهشيم بيعتبروا بقى ان اليوتيوب هو مصدر الترافيك بتاعهم علشان يسوقوا لمنتجاته من خلال الوبسايت اللي هم عاملينه وبيروجوا من خلاله لملابس للاطفال شوفوا بقى الزكاء قناة للاطفال هم عارفين ان الناس بتحب تتفرج على هذا المحتوى فيديوهات قصيرة وانا مش بسجل حاجة بنفسي وتعالوا افرقكم بقى الافبات على كل اللي انا بقول لكم ده عشان تعرفوا ان في غيرنا مشى في الطريق والحمد لله ربنا كتاب لهم النجاح تعالوا بقى احنا نمشي على خطى من سبقونا ونجحوا انا عايز على طول اتتبع خطى الناجحين لان انا مش اخترع العجلة من اول وجديد تم اخترعها بالفعل اشباء اللي عملوها ازاي عملوها باتقان واتبع خطاهم ده اللي انا حابب اتكلم معكم عنه في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نبدأ على طول الكلام عن هذا اللي هسميه بقى case study يعني دراسة حالة نتكلم عن هذه الدراسة ونشوف الخطة بتاعتهم ونتتبع هذه الخطة كل من كان يسألني في الاونة الاخيرة عن موضوع قنوات الاطفال بصراحة قنوات الاطفال للأسف الارباح عليها ما فيش يعني فيه restrictions وفيه قيود وهناك guidelines بالنسبة لموضوع القنوات بتاعت الاطفال طب ليه تزنق نفسك في الحتة دي وانت عارف ان خلاص بقى فيه قيود على قنوات الاطفال تعالوا نتكلم عن طريقة ولا اجمل ولا اروع من خلالها هنقدر برضو نجبع رغبتنا لو احنا حابين نعمل قناة للاطفال وفي نفس الوقت هنستخدم اليوتيوب كمصدر للترافيك اه بالمناسبة الحمد لله مصر يعني كسبت انبار حسن غيل واحد سفر لكن المطش يعني كسبنا بدعاء الميت مليون الحمد لله واخوانا العرب مبروك لكل الفرع العربية اللي كسبت المغرب تعادلت نص مبروك لكن ان شاء الله هيعملوها وهيكسبو وكل الفرع العربية تتأهل بإذن الله تعالوا بقى نشوف هذه القناة ميس تشيفيس بيبي وهذه الكلمة معناها مؤذي او شائي اخد بالك ان من المعايير اللي بتبين لي انا شخصيا القناة نجحة ولا مش نجحة لو صاحب القناة ايدو فيها لو صاحب القناة مش بيكسب منها ومفيش طائل من ورائها مش هيحط مبارح فيديوهين من اربعة ايام فيديوهين من ثمانة ايام هو كل يومين ثلاثة يحط له فيديوهين فده معنى ان هذه القناة نجحة بالطريقة اللي هكلمكم عنها اول حاجة من اللاحظة ان هذه القناة من اولا لاخرها قناة فيديوهات قصيرة يبقى دي اول مرحوظة والحاجة التانية اللي هنلاحظها مع بعض ان الفيديوهات ما شاء الله بالملايين او خمسة مليون مليون ونص مليون ونص يعني خمسمائة الف مليون يعني حاجة ما شاء الله رائعة طيب الفيديوهات القصيرة بشكل عام لا اطفال او غير اطفال ما بتجيبش فلوس مش كده الا من خلال السندوق اللي اليوتيوب عمله بيبعث لك امير بيقول لك ارباحك اللي بيقول لك ارباحك كالتالي وانا اتكلمت على الموضوع ده بالتفصيل لو حابب تعرفه هسيب لك الفيديو بتكلمتي فيه بالتفصيل عن موضوع المكافأة اللي بتتوزع على صانع المحتوى للفيديوهات القصيرة فده موضوع اخر هسيب لكم الفيديو شوفوه لكن انا بتكلم بقى هنا الفيديوهات بتاعته ما شاء الله رائعة ايه كمان ملاحظ خد بالك ان اليوتيوب عمل حاجة ما كانتش موجودة قبل كده ايه هي لو ضغطت على اي فيديو من على الكمبيوتر الفيديو هطلع لي بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده اهو هيطلع لي بشكل طولي كما لو كنت بتفرج عليه من التليفون لان الهدف من الشورتس هو ان انت تتفرج من التليفون مش من الكمبيوتر يعني طبعا دي الفيديوهات على فكرة هي كلها تجمعات ما هم طول عمرهم كده اللي من اول ما اخترعوا الفيديوهات القصيرة على اليوتيوب كانت بتتعرض كده لا اقول لك لا هذا ليس بصحيح لان كانت الفيديوهات بتتعرض بالطريقة دي حتى لو كانت فيديوهات قصيرة الفيديو ده بالمناسبة اللي هو معمول في 27 ديسمبر 21 وانت بتكلم فيه سبحان الله عن نفس القناة اللي هي وهو زي ما انتم شايفين الفيديو كان بيتعرض كأنه فيديو عادي مش بالطريقة مش بالطريقة دي كان بيتعرض كده بيتعرض بالطريقة دي فده تحديث جديد فلما عملت لكم الفيديو ده كنت بقى اشرح لكم هنا من خلال بقاء الوصف اهو هو ده اللي كان هم بيعملوا لان كان متاح على اليوتيوب اليوتيوب جدد بقى من نفسه وغير الطريقة دي لانه لقاها حقيقة طريقة فشلة لانه هو عايز ينفس التيك توك مش كده فقال لا انا لازم اعمل كده وكل دي فيديوهات ليس لها علاقة ببعضها ده طول ما انا بنزل كابا الوصف مش موجود لان انا كنت هنا هذي القناة يعني لان هذه القناة كانت بتحط هنا في الوصف بتاعها بقى اللي هو الايه الويب سايت بتاعهم اللي من خلاله هيروجوا للبضائع بتاعتهم بقى اللي هي المنتجات بتاعتهم لكن ده خلاص اتلغى طب الجوز ده اتلغى يعملوا ايه هنا بقى انت لو جيت على القناة ذاتها وجيت على هو حطين الويب سايت بتاعهم الايميل بتاعهم الميرش بتاعهم هنا والفيسبوك الخاصة بيهم وهنا بقى بالمرة نشوف الجزء اللي هو في غاية في غاية الاهمية اللي بيفرجنا ويقول لنا ان كل فيديوهاتهم متاخدة من التيك توك شوف كاتبين ايه وبيقول لك بقى الغرض بتاعنا من الفيديوهات دي هو مجرد تجميعات ومش ان احنا نسرق فيديوهات الغير وبيقول لك هنا بقى طب لو انت متدايق ولو انت صاحب الفيديو الاصلي ويعني وشايف ان دي مشكلة وفيه ايشو ده معنى ايه معنى انها تجمعات من التيك توك زي ما هم كاتبين هنا ايضا كاتبينها في اول سطر اهو طب انا ممكن اعمل ده بقى بنفس الطريقة يا سلام ده الموضوع طالع بسيط خالص اه طبعا تقدر تعمل نفس الشيء وكل القناة من اول تجميعات من التيك توك الغرض زي ما قلت لكم ده الغرض الاساسي من هذه القناة الغرض هو ترافيك للستور بتاعهم للميرش بتاعهم قناة اخرى عملت نفس الاستراتيجية وعشان تعرفوا ان في نفس بتتحرك القناة دي هندية اهو زي ما انت شايفين اهو انديا قناة هندية بدأ من شهور ما كملتش سنة اهو ستة عشرين اغسس واحد وعشرين عملة مية سبعة وتمانين مليون مشاهدة يا سلام ده حاجة جميلة والله ودي القناة بتاعتهم ونفس الفكرة ونفس الاستراتيجية وكل فيديوهاتهم عملة الاف الاف المشاهدات نرجع تاني لهذه القناة ده بتاعهم الميرش بتاعهم اللي انت بعمل خلاله تقدر تشتري المنتجات بتاعتهم شوفوا الفكرة هنا بقى بتتطور ازاي هتقول لي طبعا اعمل ده ازاي اجيب منين هتروح على التيك توك هتكتب له بيبي تيك توك مسلا وهتلاقي كل الفيديو هات دي اه اي فيديو بقى تعالى عليه واخد الفيديو وهتقول لي طب ما هينزل بالعمل مع ايا لا في موقع هتاخد اللينك اهو كده وتروح على موقع اسمه سناب تيك سناب تيك دوت اب وتحط اللينك هنا وتقول له داونلود اه دي من هنا داونلود هذا هو الفيديو ومن غير علامة مائية وانا اقدر اعمل نفس الشيء ببساطة اه طبعا اكيد انا يعني سمح حد منكم دلوقتي بيقول طب انت مش عامل الكلام ده ليه يا جماعة والله العظيم انا عامل الكلام ده وكل مرة في التعليقات حد يكتب لي كده اقول له انا عامل يقول لي طب فينا اقول له مش هقول يا سيدي انا حر اي ويل نوت ريفيل انيش بتاعي لكن انا عندي والله العظيم عندي قنوات يوتيوب اخرى بدون الظهور وعندي تيك توك اخر بدون الظهور الحمد لله يعني فالسؤال يعني اللي بتسئله كتير اه وبالمناسبة ده التيك توك الاساسي بتاعي انا بقى اللي من خلاله بحاول اعرض شيء يعني له اه نفع وفائدة وايضا التيك توك مصدر رهيب للترافيك انا من يومين حطيت هذا الفيديو وهو زا متشافين انا بقى اسم لكم الفيديوهات بتاعتي هنا مثلا ده عن ادارة الوقت ده عن اه ده بعنوان تعلم انجليزي بحط اه فيديوهات اه لها قيمة فيديوهات اجنبية وبكتب لكم بالعربي الهدف من الفيديو لكن انا عارف ان الناس بتحب الحاجات الترفيهية انا من يومين كنت في سن استفانو واكتشفت ان في مكان رائع في سن استفانو اول مرة اشوفه بصراحة معرفش ازاي اللي هتلاقوا فيه دلوقتي المكان بيطل على البحر انا اول مرة اشوفه عشان كده عملت له هذا الشورت فيديو على التيك توك ومش عارف مقرب على السبعين الف مشاهدف مفيش يعني شفتوا مكان البحر او هو ده البحر يا السلام جميل رحو شوفوا الفيديو ده ده اللي انا اه حبيت اقول لكم في هذا الفيديو ان احنا ممكن نقدر نعمل حاجة مثل هذه القناة اللي اصحاب القناة دي هم اه فيها وليه عشان بتجيب لهم ترافيك رهيب عندهم فيديوهات عاملة ملايين ملايين المشاهدات الفيديو ده عامل واحد وتلاتين مليون مشاهدة من اربعة شهور فقط لا غير تخيل بقى المصدر الرهيب ده من الترافيك حاجة رهيبة يعني وهم زادهم بيعترفوا ان ده من التيك توك وان دي تجميعات ولو سمحت لو عندك مشكلة اقول لي الموضوع لطيف جدا وواضح وامورهم واضحة وما بيخبوش حاجة وفي نهاية هذا الفيديو يا شباب حابة بقول لو سمحتم شوفوا الفيديو الاخير اللي كنت بتكلم فيه عن اهم مهارات اي حد حابب يشتغل على الانترنت لازم يكتسبها شوفوا الفيديو ده الفيديو ده مهم جدا وده الفيديو اللي كنت بتقول لكم في ازاي تكسبوا فلوس من التيك توك اذا ده اللي انا حب تقول في هذا الفيديو يا رب يكون فاتكم ايه اللي عليكم تعملو حالا تبدأوا تفكروا في فكرة نيش معين ولا يكون يا سيدي نفس الشي عن الاطفال روح بقى على التيك توك اعمل دونلود للفيديوهات واعمل قناة على اليوتيوب وما فيش مانع برضو تعمل قناة على التيك توك يعني الموضوع سهل وبسيط وعلى الانستجرام انا كنت شرح لكم من يومين برضو موضوع الانستجرام اذا الحمد لله الامور هي بيت واضحة قدامكم اللي عليكم تعملوا دلوقتي اول خطوة اول خطوة روحوا على هذه القناة تفرجوا على كل التفاصيل اللي انا ارتالكم واستمتعوا بها هذه الفيديوهات اللطيفة وفكروا بقى في قناة تعملوها تاخدوا فيديوهاتها تجمعوها من التيك توك وتعملوا نفس الاستراتيجية ده اللي انا حب تقولوا في هذا الفيديو كل عام وانتم بخير رمضان خلاص على الابواب كل عام وانتم بخير دل انا حب تقولوا في هذا الفيديو شكرا لكم سلام عليكم اشتركوا في القناة